غشاء البكارة غشاء البكارة جزئي من عيب خالقي في فتقفل غشاء البكارة ما تفتحش كان المفروض يتفتح وبالتالي حصلت مشكلة عند طفلة وممكن غشاء البكارة المزود عند طفلة يظهر ان في مشكلة اه امتى تخيلوا هي لسه جنين في بطن ما ممكن غشاء البكارة يبقى مزدود طب ايه المشكلة يتجمع ورا سوائل منين من الرحمها او عنق الرحم يبدأ يفرز ميوكس مخاط او سوائل تتجمع اول حاجة البنات ممكن تشيك بيها مشاكل في الجهاز البولي تكرار في البول او احتجاز بولي مغص شديد والام وممكن نكتشف الموضوع ده امتى في يوم الولادة النهاردة هنتكلم ان يوم الولادة يوم مهم جدا وفارق كبير جدا 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 متابعتنا اثناء الحملة بنبص على البيبي بالصنار اللي بتعمل للام على مهبل ورحم الجنين الموجود عشان ممكن نكتشف مشكلة موجودة سواء كيس على المبيض او مشكلة زي ما بشرحها دلوقتي انسيتك في غشاء البكار عندنا النهاردة حدث لطفل عندها اربع سنين بتشيكي بألام متكررة في بطنها اسفل بطنها وبتشيكي بمشاكل في البول لما عملنا الرانين عشان نزبته البنتي فيها ايه مفحصنا لقينا المنظر ده دي البداية اللي هنتكلم ونشرح بيها عالم البنات الخفي شايفين ده المسانة البولية وصادها ايه ده المهبل شوفوا الغاية التحت متجمع سائل لونه ابيضة وزي المسانة البولية زي البول ده سائل جنبه شبهه كده فعمل ايه متجمع وراء الساد ده في اربع انواع عندنا موجودين هنا ايه بي سي دي فاكزوا معنا عشان عايزين نتعلم النهاردة الف فيبانات ايه انسداد في غشاء البكار تجمع السائل المخاطي او السائل الشفاف المائي او لو كبرت البنت ودخلت في صن النط جاهبة تجمع دموي هنا ده اتريزيا اتريزيا يعني ايه غشاء البكار مفتوح لكن المهبأ الفوقي صامت بلايند ما تفتحش باسمه اتريزيا ثلاثة ثلاثة سبتم حاجز من بعرض يجي هنا يبقى واحد هنا الشاب بكاره مسدود اتنين هنا اتريزيا لا تجمع اصلا المهبل ما يفتحش ثلاثة هنا سبتم حاجز بالعرض زي احيانا بيبقى في حاجز بالطول اربعة ونعنى رائح لكم كتير جدًا اسمها اوهيفيرا ده синدروم او متلازمة نلاقيه ان ابنة بعدها مهبلين هنا نص المهبأ مقفول النص التاني لأ البنت عندها رحمين بس في النص اللي فيه الاوهيفيرا فيه كالية واحدة مش موجودة لان بيبقى دايما فيه مشكلة ما بين الجهاز التناسولي والجهاز البولي فدايما لما لقى الموقف ده قصدنا حلول يا اما بنعتقد ان شاء البكارة فقط هو اللي فيه المشكلة او السبتم بس فيه المشكلة وساعات بيبقى كده او ان هو جزء من متلازمة وتشوهات اخرى يعني ممكن نلاقي بقى فيه مشكلة في الجهاز الهضمي في السكيلتون جهاز الهيكلي او ان عندها مشاكل في القلب او احيانا الاكس واي بتبقى اكس واي ومكس ممكن تبقى متلازمة تيرنر سندروم عندها مشاكل في الانترسكس اللي هي ولد نص ولد ونص بنت الاوفيتسس كلام كتير جد تعال نشوف النهاردة رقم واحد احنا دخلناه مكان مزدوده وبالجنجه بصوا صديد بصوا صديد تحول الى صديد شايفين يا جماعة اتحول الى صديد مفتوح بشكل شايفين لا فيه دم نزل ولا هنفقد العزرية يعني اتخيل البنت دي بقى لها الدقبت الشيكي ومن دكتور لاخر ومحدش ممكن يتوقف عند العيب الخلقي اللي ممكن يكون موجود لانسداد غشاء بكارة موجود احنا انبهارنا النهاردة في حاجة انه ممكن يلاقي سائل موجود او مخط ولما بيجبر بيبقى دم بس الاول مرة بايو كولبس بقى صديد في المهبل وفي الرحم لطفلة صغيرة اربع سنين يعني هيبت الشيكي من يوم الولادة عشان كده ارجوكوا قولي لدكتورك في يوم الولادة ارجوك تتطمن على كشاء البكارة وتتطمن على رحم البنت ومبيادها بالصنار او دكتور الاطفال من اول زيارة مش لما تكبر مش لما نكتشف ان عندها مشكلة كل ما اكتشفنا بدري الامورة تبقى افضل انتو شفتوا الصديد هنا الصديد هنا لما يتجمع هنا يخش فين في الراحم وبعدين في الانبيب ممكن تخش في تستيقلر شوك سندروم تخش في صدمة صديدية والبنت تلاقي ممكن ارتفع درجة الحرارة وبتترعش وراحت فيها واحنا مش عارفين السبب ايه ومتخلين حمى تيفود او ملينجايتس التهاب صحائي او اي مرض ما وهو الموضوع بدء من تحت ادي واحد اثنين غشاء البكارة لما بيكون موجود كده ومزدود وتجمع عدامه هي هيرجع ريترو جريد وفي ده اللي هيعمل اندومتريوزيس في المستقبل بطانة رحم مهاجرة في المستقبل وقادنوميوزيس كي علاقة مباشرة ما بين انسداد غشاء البكارة والترانزفيرشفاشان السيبتم والاوهيفيرا ولقادنوميوزيس تغدد الرحمة او الاندومتريوزيس بطانة الرحمة المهاجرة ارجوكو الفيه اتعلمو طب والعدسة ما بتكذبش رفعين شعار العدسة ما بتكذبش يعني احنا داخلين بالمنزار فشايفين بعنينا وتعلمنا بعنينا وبودننا وبمخنا والحمدلله على السلاماته